قرب يا بيه وقربي يا هانم كيلو البصل بتلاتة جنيه كيلو البصل بتلاتة جنيه استنى رايح فين لسه العرض بتاعنا مخلصش ابنك نجح في الامتحانات وعايز تجيب له هدية ده ايفون بمتين تسعة وتسعين جنيه بيع الايفون بمتين تسعة وتسعين جنيه ومش بس كده لو عندك طفل رضيع دي حفاتة بامبرز الواحدة بجنيه ويابا لاش البابي يزعى اللي لو مش مصدق ان في حد اليومين دول بيبيع بالاسعار دي يبقى اكيد لسه ما سمعتش عن الشازلي ملك الصفقات وبيع اي منتج باسعار تقريبا ببلاش بس وعد قدامي صفق التيكتوكر الشهير الشازلي فيا طرى بقى ايه الحكاية في الساعات اللي فاتت التيكتوكر الشازلي قدر يتصدر الترند على السوشيال ميديا وده بعد ما قال انه بيحب الخير بدل ما ينزل يوزع على الناس المحتاجة ويحسسهم انهم بيشحتوا فقرر يعمل حاجة افضل وهي انه يشتري اي حاجة اسعارها غالية على الناس ما تفرقش بقى هدوم بصل بامبرز ايفون كله ماشي وبيبيعها باقل من سعرها من باب التجارة مع ربنا وقرر انه يعمل العروض بتاعته دي على منصة تيكتوك ومقاطع الفيديو اللي كان بينشرها التيكتوكر الشازلي عجبت ناس كتير جدا واتفاعل معاها عدد كبير من المتابعين ومعظمهم شجعوا مبادرة الشازلي واعتبروها خطوة حلوة تساعد الناس انها تجيب اللي هي عايزها بعيدا عن الاسعار اللي بتزيد كل ثانية الشازلي عمل فيديوهات لصفقات كتير خد عندك خضر على هدوم على موبايلات وشوزات وكل حاجة حرفيا المهم اي حاجة تبسط الناس وتخليهم يشتروا اللي نفسهم فيه من بين الصفقات اللي عملها انه اي حد يقدر يشتري جاكت اسباني بامب بمية وخمسين جنيه اللي اصلا سعره 1500 جنيه وكلنا فاكرين اغنيته اعمل لايك اللي بقى الترند ثابت ومش بس كده على السوشيال ميديا الكل بينشر فيديوهات الشازلي وهو بيعلن عن صفقاته الجديدة كان منها بروتين الجيم وهو بيقول انه مش بتاع بروتين ولا كرياتين ولا بيروح جيمات ولا مكملات بس وقعت قدامه صفقة مكملات دراجون وهيباعها بمتين وخمسين جنيه بس التيكتوكر الشازلي قال انه مقتدر جدا وربنا فاتح عليه وكرمه من واسع وعايز يساعد الغلابة باي شكل عشان كده قررت الاعلامية ريهام سعيد تسجل معاه حلقة وتشوف ايه حكايته الاعلامية ريهام سعيد كانت مستغربة انه في حد اليومين دول بيعمل كده وبيبيع بالاسعار دي واستجاشع التجار وسألته عن حكاية الاسعار الرمزية بتاعته دي وازاي باع كيلو البصل بتلاتة جنيه وهو اصلا بتلاتين جنيه الشازلي قال لها انه طول الوقت بيحاول يشوف الناس عندها مشكلة في ايه ويوفروا ليهم فبيدور على ارخص مكان في مصر بيبيع بصل مثلا ويروح يجيبوا الكيلو بعشرة جنيه ويبيعوا بتلاتة جنيه والمفاجأة بقى انه فعلا فيه ناس كتير بتروح تشتري من عنده وده خلى الاعلامية ريهام سعيد اسأله يا طرى بتكسب من كل الصفقات اللي بتعملها دي ولا لأ ورد عليها وقال لها انه عايز يعمل خير بس مش حابب ينزل الشارع او يوزع على الناس كأنهم بيشحتوا منه الحاجة وبيحسسهم ان التلاتة جنيه اللي معاهم ليها قيمة واللي يروح له ويشتري بكرامته بياخد احلى حاجة كمان وبيشيله فوق راسه الشازلي بتصرحاته دي اللي فاجئة الكل خلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبقوا متقسمين حوالين اللي بيعملوا فيه اللي قال ان الموضوع ده مش منطقي كلنا بنعمل خير الحمد لله باللي بنقدر عليه لكن مش بالشكل ده وانه ممكن ورا الموضوع حاجة تانية احنا ما بنتكلمش عن حد غني او رجل اعمال بيعمل خير ده انسان عادي زينا وحد تاني علق وقال هو مش بيخسر بالعكس هو زاكي وبيكسب لما بيعمل عروض والناس بتروح المحل ولما بيبقى زحمة وبيجرو عليه وبيصور فيديوهات وبينزل على تيك توك والسوشيال ميديا عموما وبيبقى ترند وبيعمل مشاهدات عالية وبيكسب فلوس قد كده بيبقى فاد واستفاد يا طرى بقى يا عزيز المشاهد ايه رأيك في اللي بيعملوا الشاز ليه ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات على صفحة فيديو عن مصر